سأضع بين أيديكم كلمات من ذهب كلمات من ذهب إنها كلمات إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مما جاء في رسالة من الرسائل التي بعث بها إمام زماننا إلى الشيعة زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى تلك الرسائل التي تعرف إصطلاحا بالتوقعات توقعات الناحية المقدسة رسالة أشرت إليها في الحلقات الماضية والتي قرأت منها عليكم ما قاله إمام زماننا بخصوص أمه فاطمة وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة هذه الرسالة نفسها التي أريد أن أقتطف فقرة أخرى منها هي الرسالة التي بعث بها إمام زماننا عبر سفيره الخاص زمان الغيبة الأولى إلى الشيعة بعد مشاجرة كانت فيما بينهم في شأن الإمامة وتحديدا في شأن إمامته صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من كتاب الغيبة للطوسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 186 مما جاء في هذه الرسالة ما قاله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا كلمة قصيرة مقتضبة لكنها غزيرة المعنى عظيمة الفحوى وفيرة الدلالة والمقاصة ونحن صنائع ربنا ونحن إنه يتحدث عن الأئمة الأربعة عشر يتحدث عن محمد وآل محمد بعنوان الحقيقة فإن الشيعة وصفوا في بعض الروايات من أنهم آل محمد أيضا لكن هذا لا بعنوان الحقيقة الكاملة بعنوان الحقيقة الكاملة محمد وآل محمد هم الأئمة الأربعة عشر صلوات الله عليه فإمامنا هنا يقول ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا أريد أن أقف قليلا عند هذه الكلمة كي أبين دلالتها من خلال كلمات مهدوية من ذهب ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا اللفظة التي هي بحاجة لشرح لبيان مضمونها لفظة الصنائع فالإمام هكذا قال ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا فكلمة الصنائع وردت مرتين في هذه الجملة الموجزة الصنائع قد تكون جمعا لصنيعة وقد تكون جمعا لصناعة وقد تكون جمعا لصنع صنع فصنيعة تجمع على صنائع وقد تجمع بجمع آخر لكننا نتحدث عن اللفظة التي بين أيدينا الصنيعة تجمع صنائع وصناعة كذلك تجمع أيضا صنائع والصنع يجمع أيضا صنائع فما المراد من كلمة الصنائع فيما جاء في هذا التوقيع الشريف ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائع نا هذه المفردات هي المفردات الأهم التي يأتي جمعها بهذه الصيغة صنيعة تجمع صنائع صناعة تجمع صنائع وصنع يجمع صنائع أيضا الصنيعة في لغة العرب تأتي بمعنيين المعنى الأول الإحسان المعروف الفضل الخير العطاء فأقول من أن لفلان على فلان صنيعة يعني يعني فضلا فزيد أعطى بكرا ما أعطاه وقدم له إحسانا وقدم له صنيعة قدم له صنيعا الصنيع وصنيعة بمعنى واحد إنه المعروف والفضل فلفلان على فلان صنيعة هذا المعنى لا ينسجم مع ما جاء في التوقيع الشريف نحن صنائع ربنا لا ينسجم المعنى أن يقصد من كلمة الصنائع هنا العطاء والخلق بعد صنائعنا لا يكون الكلام دقيقا لن يأتي المعنى بشكل انسيابي يتناسب مع بلاغة هذه العبارة يمكننا أن نحشر هذا المعنى حشرا لكن هذا لا ينسجم مع جمال التعبير وأدب الأسلوب هذا المعنى الأول للصنيعة المعنى الثاني يكون وصفا لشخص يصطفى يختار من جهة معينة وتلك الجهة تهتم بأمره وتنشئه نشأة على أحسن ما يكون بالنسبة لتلك الجهة فيقال فلان صنيعة السلطان فإن السلطان قد اختار قد اختار شخصا من حاشيته من جنده من أقربائه واهتم به منذ صغره وأنشأه تنشئة خاصة حتى بلغ مبلغ الرجال واعتمد عليه اعتمادا كبيرا في أمره وشأنه فيقال من أن فلانا صنيعة السلطان من أن فلانا صنيعة أستاذ معين في فن من الفنون في أدب من الآداب في علم من العلوم اختار تلميذا صغيرا وانتخبه من بين التلاميذ واهتم به وأنشأه تنشئة خاصة حتى بلغ إلى ما بلغ من أهدافه فيقال فلان صنيعة فلان هذا المعنى قد ينطبق على الشق الأول نحن صنائع ربنا يمكن أن ينطبق على الشق الأول ولكن على الشق الثاني كيف والخلق بعد صنائعنا فهل أن كل الخلق من البشر وغيرهم الخلق قد نشأ نشأة مرضية عند محمد وآل محمد إلا إذا حملنا التعبير هذا على بعض من الأفراد من بني البشر أو حملنا ذلك على الملائكة مثلا والملائكة كثيرون ومراتبهم كثيرة جدا أيضا فهل المراد الجميع أم أن المراد خواص الملائكة فهذا المعنى إذا انسجم في الشق الأول من الكلمة إنه لا ينسجم مع الشق الثاني ولا نستطيع أن نحمل الشق الأول وفقا لهذا المعنى ونترك الشق الثاني فإن التعبير هو التعبير نفسه ونحن صناع ربنا والخلق بعد صناع نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة طاها كي أوضح لكم مقصد من معنى الصنيعة في سورة طاها وفي الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة من السورة نفسها والخطاب من الله لموسى النبي وألقيت عليك محبة مني في سياق قصة ولادته إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني عند آل فرعون حين كان موسى صغيرا ولتصنع على عيني فموسى صنيعة الله ولتصنع على عيني في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من نفس السورة من سورة طه والخطاب من الله لموسى فلبثت فلبثت سنين في أهل مدين الذي لبث سنين في أهل مدين هو موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى هذا في الآية الأربعين بعد البسملة في الآية الحادية والأربعين وهي موطن الشاهد واصطنعتك لنفسي اصطنعتك اصطناعا فأنت صنيعة وأنت مصطنع أنا الذي اصطنعتك يا موسى هذا هو المراد من المعنى الثاني لكلمة صنيعة إنها تعني الاختيار بخصوصية والانتقاء والاجتباء بدقة وبعد ذلك تبدأ التنشئة بخصوصية وبفضل فهذه المعاني يمكن أن تنطبق على الشق الأول ونحن صنائع ربنا لكن على الشق الثاني لا نستطيع أن نطبقها لأن الشق الثاني يتحدث عن كل الخلق والخلق بعد صنائعنا الصنيعة بمعنى الإحسان والمعروف والعطاء لا نستطيع أن نطبقه على هذه الكلمة وصنيعة بهذا المعنى مثل ما قرأت عليكم في سورة طاها يمكنني أيضا أن ألحق ما جاء في سورة آل عمران في قصة مريم في الآية السابعة وثلاثين بعد البسملة من سورة آل عمران فتقبلها ربها بقبول حسن تقبل مريم وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وأنبتها نباتا حسن إلى بقية التفاصيل التي وردت في الآية الكريمة فمريم صنيعة الله أنبتها نباتا حسنا اجتباها أنشأها تنشئة خاصة موسى صنيعة الله مريم صنيعة الله المعنى هو هو حين يقول صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي كلام النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى نفس هذه الجهة من أنه صنيعة الله من أن الله اصطنعه هذا المعنى ينطبق على الشق الأول من كلمة إمام زماننا ونحن صنائع ربنا لكنه لا ينطبق على الشق الثاني والخلق بعد صنائعنا فعلى هذا لا نستطيع أن نطبق هذا المعنى ربما أطلت بعض الشيء لماذا لأن الذين يشرحون هذه العبارة يشرحون الصنائع جمعا لصنيعة تارة يشرحونها بمعنى العطاء وأخرى بهذا المعنى الذي أشرت إليه والمعنيان لا ينسجمان مع هذه التعابير المعنى الثاني ربما أن الصنائع هي جمع لصناعة وصناعة هي حرفة فلان صناعته كذا وكذا حرفته وقد تطلق على الشيء المصنوع فيقال هذا الشيء صناعة المصنع الفلان هذه صناعة فلان شيء قام فلان بصناعته بصنعه فالصناع بمعنى الصناعة والصناعة هي الحرفة أو هو المنتج من تلك الحرفة على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء إذا ذهبنا إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء في الآية الثمانين بعد البسملة والحديث عن داود النبي وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم إنها الدروع الداودية المعروفة فالصناعة والصنعة بمعنى واحد يقال الصنعة فلان النجارة ويقال كذلك الصناعة فلان النجارة أو الحدادة إنها الحرفة وكذلك تطلق على ما ينتجه صاحب الحرفة وعلمناه صنعة لبوس لكم فهذه الصنعة تطلق على نفس الحرفة وتطلق على ما ينتجه صاحب الحرفة إذا ما ذهبنا على سبيل المثال إلى سورة هود وفي الآية السابعة وثلاثين بعد البسملة في سورة هود واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا في قصة نوح النبي واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صناعة الفلك صناعة السفن أمر من الله لنوح النبي أن باشر صناعة سفينتك واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا والكلام هو هو إذا ما ذهبنا إلى سورة المؤمنون في الآية السابعة والعشرين بعد البسمة فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين إلى آخر الآية الآية السابعة والعشرون بعد البسملة من سورة المؤمنون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا صناعة بمعنى الحرفة وبمعنى المنتج من تلك الحرفة فعمل نوح كان نجارا الروايات تخبرنا من أنه كان نجارا قبل أن يقوم بصناعة السفينة منذ بداية حياته كان نوح النبي كان نجارا فصناعته النجارة ماذا نتج من صناعته بعد أن أمره الله بصناعة السفينة السفينة صناعة نوح هذا المنتج والنجارة صناعة نوح إنها الحرفة هذا المعنى لا ينطبق بشكل دقيق إذا أردنا أن ندقق النظر فيما قاله إمام زماننا ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا إذا أردنا أن نطبق معنى الصناعة التي هي الحرفة ومعنى الصناعة التي هي المنتوج من تلك الحرفة لا ينسجم الكلام بدقة وبوضوح فيما قاله إمام زماننا نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا فليس الحديث هنا عن حرفة وليس الحديث هنا عن منتوج ينتج من تلك الحرفة بقي المعنى الثالث أنا قلت لكم من أن الصنائع قد تكون جمعا لصنيعة وقد تكون جمعا لصناعة وقد تكون جمعا لصنع الصنع له أكثر من دلالة إلا أن الدلالة الأولى الواضحة الخلق إذا ما ذهبنا إلى سورة النمل وفي الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة من سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب لا أريد أن أدخل في تفاصيل معنى معنى الآية وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء الحديث هنا عن الخلق عن عملية الخلق عن الخالقية والمخلوقية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صنع الله الذي أتقن كل شيء الحديث عن الخلق هنا عن عملية الخلق والمراد من الخلق الإيجاد والإبقاء والإنماء وحتى إذا وصلنا إلى مرحلة الإنهاء والإفناء فإن الإنهاء والإفناء سيكون وفقا لحكمة لا أريد أن أخوض في كل هذه الدقائق وفي كل هذه المعاني التي هي بحاجة إلى وقفة تفصيلية تحتاج إلى وقت طويل فالصنع هنا هو الخلق إنني أتحدث عن الخلق الإلهي عن الخالقية فإن الله حينما يخلق يوجد ويبقي وكذلك ينمي هناك إيجاد وهذا الإيجاد يبقى محفوظا بالإبقاء وهذا الإبقاء يبقى متكاملا بالإنماء وحتى وحتى لو كان هناك من أجل لا أتحدث عن الإنسان أو عن الحيوان أتحدث عن كل شيء فلكل شيء أجل كل المخلوقات لها آجال معين ولكل خلق بحسبه كل الكائنات سابحة في أفلاكها وما أفلاكها إلا آجالها وكل في فلك يسبحون هذا الكلام ليس خاصا بالشمس أو بالقمر أو بالنجوم والكواكب كلنا نسبح في أفلاكنا وأفلاكنا هي الدائرة التي تنتهي عندها حركتنا إنها آجالنا كلنا نسبح في أفلاكنا كل الخلائق فهناك إيجاد وهناك إبقاء وهناك إنماء وحتى إذا وصلنا إلى الإنهاء والإفناء فهناك حكمة والمنافع قد تعود على الذي يجاور ذلك الذي أنهي أجله أو أن المنافع تعود عليه إذا منتقل إلى مرحلة أخرى هذا موضوع فيه كثير من التفصيل صنع الله الذي أتقن كل شيء هذا هذا المعنى هو نفسه الذي نقرأه في دعاء يوم عرفة إنه الدعاء المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الدعاء من أوله إلى آخره يتحدث عن عملية الخلق عن عملية الصنع الذي تتحدث عن سورة النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء دعاء يوم عرفة من أوله إلى آخره يدور في هذه المضامين وإن كان الدعاء أخذ الإنسان مثالا إلا أن الإنسان مثال نموذجي للحديث عن الصناعة الإلهية عن الصنع الإلهي وعن الخلق الإلهي ولذا فإن الدعاء في بدايته ماذا يقول الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع ولا كصنعه إنه الإتقان في الخلق الإيجاد الإبقاء الإنماء إلى 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 الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع نظام نظام متكامل من قرآنه إلى أدعيته إلى زياراته إلى رواياته إلى أحاديثه سود الله وجه أولئك الذين قطعوا الطريق فيما بيننا وبين ثقافة العترة الطاهرة دمروا حديث أهل البيت بسفاهاتهم وجهالاتهم وسخافاتهم وقذاراتهم وقطعوا الطريق فيما بين الشيعة وبين العقائد الصحيحة السليمة بما جلبوه لنا من قذارات النواصب وضحكوا علينا وقالوا إن ثقافة أهل البيت هي هذه كذابون والله كذابون 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 الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع صنع الله الذي أتقن كل شيء يستمر دعاء يوم عرفة ومثل ما قلت لكم من أن الدعاء في كل تفاصيله يتحدث عن حكاية حكاية الصنع الإلهي الخلق الإلهي وأخذ الإنسان مثالا من قبل ذلك رأفت بي الدعاء يتحدث عن تفاصيل خلقة الإنسان خلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب إلى أن يقول الدعاء فلم أزل ضاعنا يعني متنقلا مسافرا فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم إلى أن يقول الدعاء ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغي نعمك فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد إلى بقية ما جاء مذكورا في الدعاء الشريف رأفت بي بجميل صنعك المضمون هو هو الذي نقرأه في المقطع العاشر من دعاء الجوشن الكبير وهو من أدعية ليالي الشهر رمضان وتحديدا من أدعية ليالي القدر في المقطع العاشر من دعاء الجوشن الكبير يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق هذا هو الإبقاء والإنماء التفاصيل التي مرت الإشارة إليها المقام ما هو بمقام تفصيل وإلا لأسهبت في هذه المطالب يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا رحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول كل هذا يدخل في مرحلة الإنماء فقوانين التوفيق والخذلان هي جزء من مرحلة الإنماء وقوانين الهداية والإضلال هي جزء من مرحلة الإنماء هي من تفاصيل قانون التوفيق والخذلان وقانون البداء هو جزء من قوانين مرحلة الإنماء بل هو القانون الأعظم في هذه المرحلة يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطروت هذا المقطع يتحدث عن الإيجاد والإبقاء والإنماء بكل تفاصيله الإنماء في بعده المادي والإنماء في بعده المعنوي والحديث عن الإنسان هنا لأننا نتحدث عن الإنسان هذه أدعية فدعاء يوم عرفة نص يتحدث عن الإنسان ودعاء الجوشن الكبير نص يتحدث عن الإنسان لكن القضية ليست خاصة بالإنسان الإنسان هو المثال الأنموذج والذي يهمنا نحن هو ما يرتبط بالإنسان فقرآننا هو كتاب الإنسان قرآننا كتاب نزل من الله إلى الإنسان وهذه الأدعية كتاب صعد من الإنسان إلى الله فكتاب نازل هو القرآن كتاب الإنسان وكتاب صاعد هو الدعاء كتاب الإنسان ونحن ما بين هذا الكتاب وهذا الكتاب نتدبر الحقائق وفقاً لمنطق سادة الإنسان إنهم محمد وآل محمد الذين بهم نبقى في حدود الإنسانية بعيداً عن حد البهيمية نذهب إلى فاصل ونحن صنائع ربنا أعتقد أن المعنى الثالث يأتي منسجماً بشكل واضح مع هذه الكلمة الذهبية ما أنا قلت لكم إنني سأعرض بين أيديكم كلمات من ذهب إنها كلمات القائم إنها كلمات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونحن صنائع ربنا إنهم خلقه الخلق الأكمل الأفضل الأتم هذا التعبير بعد يشير إلى أن الخلق الذي يتحدثون يتحدثون عنه ليس بالكمال الذي تحدث عنه إمامنا في بداية هذه الجملة نحن صنائع ربنا الإمام هنا في مقام بيان فضلهم في مقام بيان قربهم من الله فهم صنائع ربهم لهم الكمال ولهم الخصوصية لو لم يكونوا كذلك لقال نحن وسائر الخلق صنائع ربنا الإمام فصل بينهم وبين سائر الخلق ونحن صنائع ربنا والخلق وانتبه إلى دقة استعمال كلمة الخلق لأن إمامنا الحجة بن الحسن يريد أن يفهمنا هذه الحقيقة من أن الكلام عن الخلق وليس عن الصنيعة بالمعاني التي تقدم ذكرها وليس عن الصناعة بالمعاني التي تقدم ذكرها وإنما عن الصنع فالصنائع جمع لصنع والصنع هو الخلق قد يكون للصنع معاني أخرى لكن المعنى الأول والمعنى الرئيس والمعنى الأصل وذكرت لكم ما جاء في الكتاب الكريم في سورة النمل لا أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى هذه الكلمة هل تستغربون إذا قلت لكم من أن أمير المؤمنين قد ذكرها بنحو مجمل أين ذكرها هل تتوقعون أنه قد ذكرها في مجلس خاص أو في خطبة في الكوفة في أوساط شيعته لقد ذكر هذا الكلام في كتاب بعث به إلى معاوية يحتج على معاوية فهل يكون الاحتجاج بشيء ليس معروفا عند الجميع هذا هو نهج البلاغة الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 286 رقم الكتاب 28 الكتاب الثامن والعشرون من الكتب التي جمعها الشريف الرضي في نهج البلاغة هذا الكتاب كتبه أمير المؤمنين إلى معاوية جواباً جواباً على كتاب على رسالة أرسلها معاوية إلى أمير المؤمنين جواب طويل من جملة ما قاله سيد الأوصياء في هذا الكتاب فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا سيد الأوصياء قد أجمل الكلام وتحدث عن الناس فقط لماذا؟ لأن الحديث فيما بين معاوية وبين الأمير في هذه الكتب كان عن الناس كان عن الأمة كان عن الخلافة والإمامة والبيعة وأمثال هذه المعاني وهذه شؤون بشرية ترتبط بالواقع الاجتماعي وبالواقع السياسي والديني للأمة لكن هذا المعنى في أصله كان معروفاً عند المسلمين الثقافة التي أوجدها رسول الله كان ثقافة عظيمة لكنهم ضيعوها ضيعتها السقيفة وبعد ذلك في زمان الغيبة جاء مراجع الشيعة فضيعوا ما بقي منها في وسطنا الشيعي فإن صنائع ربنا هذا الكلام في كتاب يبعث به أمير المؤمنين إلى معاوية في مقام الاحتجاج فإن الاحتجاج بحسب المنطق وبحسب الحكمة لا يكون إلا بأمور معروفة لدى الطرفين فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا العبارة مجملة بحسب زمان قولها بحسب مقامها بحسب الجهة التي تخاطب بها فهي جذر للمعنى لكن ما جاء في رسالة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ونحن صنائع ربنا والخلق ليس الناس الخلق واستعمل الإمام هذا العنوان الخلق كي يشير إلى أن الصنائع هي جمع لصنع وهو الخلق أمير المؤمنين هكذا قال في كتابه لمعاوية فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا وهذا مصداق لما تحدثت عنه فيما سلف من أن مرحلة التأويل بعد بيعة الغدير هي مرحلة تدريجية في البيان فهذا بيان في زمان الأمير فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا وهذا بيان في زمن إمامة الحجة بن الحسن ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا القرآن صريح في سورة المؤمنون وقد تحدثت عن هذا المطلب مرارا في برامجي ويمكنكم أن تعود إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان في الحلقات الأولى تحدثت عن هذا الموضوع إذا ذهبنا إلى سورة المؤمنون وفي الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة في قصة خلق الإنسان في رحم أمه وما يسبق ذلك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هناك خالقون وإلا لا معنى لهذا الكلام فهل أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأحسن الخالقين ولا وجود لهم أم أنه يصف نفسه بأحسن الخالقين يقايس ذاته بنجار يخلق كرسيا أو بحداد يخلق يصنع شباكا أو بابا أو حتى بمخترع يخترع سيارة فهل أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهؤلاء أم أنه يقارن نفسه بعيسى الذي هو خالق أيضا وبحسب تعبيره عن نفسه وبحسب وصف الله له لا أجد مجالا كي أقرأ عليكم ما جاء بهذا الخصوص عودوا إلى الحلقات الأولى من برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان ستجدون التفاصيل كاملة هناك وهذا الوصف تكرر أيضا في موضع آخر في الكتاب الكريم لا أجد وقتا كي أشير إلى كل هذه الدقائق فتبارك الله أحسن الخالقين هناك خالقون ولا بد أن يكون مستوى خلقهم بنحو عال جدا وبنحو عظيم وبإتقان حتى يقول الله سبحانه وتعالى من أنه أحسن الخالقين لماذا هو أحسن الخالقين لأنه هو الذي خلقهم هو الذي خلق هؤلاء الخالقين الذين خلقوا أعظم الخلق ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا قطعا إذا كنتم تتصورون أنني أتحدث عن الأئمة الأربعة عشر الذين ولدوا في هذه الأرض من أنهم هم الذين خلقوا فهذه تفاهة إنني أتحدث عن حقائقهم الأولى إنني أتحدث عن الحقيقة المحمدية التي صدرت منها الأسماء الحسنى ومن الأسماء الحسنى صدر كل شيء أما هم في الأرض فهم مظاهر تلك الحقيقة هم أسماء تلك الحقيقة تلك الحقيقة تجلت لنا في هذا العالم المحدود الضيق في الأئمة المعصومين الأربعة عشر حين أتحدث عن خالقيتهم إنني أتحدث عن الحقيقة المحمدية عن الإسم الأعظم الأعظم وهذا ما سيأتي بيانه في شؤون التوحيد هذا ما هو غلو هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة وسأضع أيديكم على هذه الحقائق من قرآننا ومن أحاديثنا إنني لا أتحدث عن كتب الغلات عن النصيرية وأمثالهم أنا لا أعبأ بتلك الكتب أنا أتحدث عن كتبنا عن الكهف الشريف وأمثاله أتحدث عن الكتب التي ألفت في زمان يا إمتنا وبرعايتهم وأمرونا أن نعود إليها هذا هو الذي أتحدث عن والعبارة واضحة الدلالة في هذا ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا فإن الإمام يتحدث عن كل الخلق كل الخلق يرتبطون ارتباطا مباشرا بالحقيقة المحمدية أما بالأئمة الأربعة عشر فإن كل الخلق يرتبطون بهم بنحو من الأنحاء الارتباط المباشر من البداية إلى النهاية وفي جميع الاتجاهات إنه ارتباط بالحقيقة المحمدية التي صدر منها كل شيء بأمر الله هذا هو الذي يريده سبحانه وتعالى فحينما تكلم بالكلمة الأولى الكلمة الأولى كانت كاملة إنها الحقيقة المحمدية فكل المعنى الذي يريده الله خرج من هذه الكلمة التامة تكلم الله كلمة واحدة وهو لا يحتاج أن يتكلم أكثر من ذلك تكلم كلمة واحدة هو أراد ذلك ليس من شأنه أن يتكلم أكثر من كلمة تكلم كلمة واحدة وتلك الكلمة الواحدة الحقيقة المحمدية وكل المعنى فيها فصدر منها كل شيء صدرت كل المعاني من تلك الكلمة إنها الكلمة التامة بل هي الكلمة الأتم الأئمة الأربعة عشر مظاهر هذه الكلمة إنهم المظاهر الأكمل المظاهر الأتم لهذه الكلمة وصاحب الأمر يشير إلى هذه الحقيقة وهذه الحقيقة لا يمكننا أن نشير إليها إلا عبرهم إلا عبر هذا الباب إلا عبر هذا السبب إلا عبر أئمتنا الأربعة عشر إنهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي أتمنى عليكم أن تدققوا النظر معي وأن تتابعوا معي أنا أعرض لكم عقيدتكم أنا لا أتكلم في موضوع سياسي أو في موضوع أدبي هذا ما هو بترف ثقافي ولا هو بهراء فكري يمكنني أن أتحدث عنه هنا أو هناك إنني أحدثكم عن عقيدتكم ومثل ما وعدتكم من أنني لن أخرجكم بقدر ما أستطيع من سياج ثقافة العترة الطاهرة وأنتم تشاهدون إنني لا أتحدث إلا بآي من الكتاب الكريم إلا بدعاء من أدعيتهم وزيارة من زياراتهم ورواية من رواياتهم وتوقيع من توقيعاتهم هذه بضاعتي هذا هو الذي عندي ولا أملك غير ذلك أتمنى أن أعيش على هذه البضاعة أحيا عليها وأموت عليها وأبعث معها أتمنى أن أبعث وأنا أردد هذه الكلمات ذروة الأمر هكذا أخبرني زرارة في الكاف الشريف عن باقر العلوم ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته نذهب إلى فاصل ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا صلوات الله عليكم سادتي وأوليائي أعتقد أن المعنى صار واضحا بنحو تقريبي وسأعود إلى هذه المضامين وأقف عندها حينما نصل إلى الصحيفة التي يدور مضمونها حول شؤون التوحيد في الأيام القادمة من هذا الشهر الشريف إن شاء الله تعالى ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا ألا تستشعرون المعنى الذي حدثتكم عنه في حلقة يوم أمس الإمام أصل الأصول إنهم أصل الأصول أصل الأصول في مستوى الوجود والتكوين وأصل الأصول في مستوى الحياة على الأرض وأصل الأصول في مستوى الدين والعقيدة والتشريع هم أصل الأصول نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا بداية الجملة نحن ونهاية الجملة الضمير نا صنائع نحن أيضا البداية هم النهاية هم بالنسبة لهذا الخلق فبداية الخلق تعود إلى الحقيقة المحمدية إنني أتحدث عن بداية الخلق الثاني الخلق الثاني الذي يأتي منسجما مع ما جاء في التعبير القرآني تبارك الله ما قالت الآية من أنه خالق من أنه أحسن الخالقين فلابد من وجود خالقين في مستوى في مستوى من الخلق أن يقايس سبحانه وتعالى نفسه بهم قطعاً ليس المراد من المقايسة هنا إلا لبيان عظمة خلقه فهو الذي خلقه هؤلاء الخالقون الذين يقايش الله ذاته بهم خالقيته بهم بخالقيتهم هم خلقه هو الذي خلقه ونحن صنائع ربنا وربنا هو الذي أعطانا القدرة أن يكون الخلق صنائعنا نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا هذا بالضبط مثل ما يستحب أن يقال بعد تمام الطعام على المائدة الحمد لله اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد كل شيء من لكنه هو الذي أكرمهم وجعلهم أسبابا ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا فإنه هو الذي منحنا هذه القدرة كلمات من ذهب إنها كلمات الحجة بن الحسن وهذا هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 92 هذه زيارة الندبة هي غير دعاء الندبة هناك دعاء الندبة وهناك زيارة الندبة وقد تسمى بزيارة آل ياسين غير المشهورة في كتب الأدعية وكتب المزارات هذه الزيارة خرجت من الناحية المقدسة أيضا زيارة دقيقة وعميقة ورشيقة في كل دلالاتها ومضامينها أقتطف منها كلمات قليلة جدا فما شيء منها الحديث عن الإنسان والإنسان مثال هنا باعتبار أننا في مقام العبادة والعبادة عبر الأدعية والزيارات هي شأن إنساني بالدرجة الأولى فما شيء مننا صفحة 93 من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار من توقيعات الناحية المقدسة كلمات من ذهب كما قلت لكم كلمات الحجة بن الحسن فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل فما شيء مننا مطلقا كل شيء مرده إليكم كل شيء قد خرج من الحقيقة المحمدية عبر الأسماء الحسنى عبر الوسائط والأسباب والعلل وسيأتي الحديث عن هذه التفاصيل إذا ما وصلنا إلى حديثنا عن شؤون التوحيد فما شيء مننا إلا وأنتم يا بقية الله إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل الزيارة عميقة في دلالاتها السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا لماذا؟ لأنهم أصل الأصول كل العبائر إن كان الحديث عن الإيجاد والوجود أو كان الحديث عن الخلق والتكوين أو كان الحديث عن الرزق والفيض والعطاء والمن أو كان الحديث عن العلم والمعرفة والهداية والعقيدة والدين وإنهم أصل الأصول السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم في الطبعة التي بين يدي سقط حرف الواو وأنتم جاهنا في النسخ الأصلية القديمة وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها الإمام المأمول السلام عليك بجوامع السلام لماذا بجوامع السلام؟ لماذا جوامع السلام تدور في فنائه تحط في فنائه لأنه أصل الأصول في الصفحة الخامسة والتسعين من نفس الزيارة الشريفة ملي إلا أنت لماذا؟ لأنك أصل الأصول هذه النصوص صادرة عن الناحية المقدسة كما قلت لكم كلمات من ذهب ملي إلا أنت لماذا؟ لأنك أصل الأصول ملي إلا أنت فيما دنت واعتصمت بك فيه تحرسني فيما تقربت به إليك يا وقاية الله وستره وبركته أغنني وفي نسخ أغثني أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني المقدمة حين أقول بك صلني عنك لا تقطعني من هنا أخذت ما أقوله وأردده في برامجي وإن لم أصرح بأنه من الأدعية والزيارات ومن الخطب الشريفة والروايات إنني آتي به منهم في كل أحاديثي هذا أمر ربيت نفسي عليه وعلمت لساني ومرنته على ذلك أغنني أغثني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني اللهم بهم إليك توسلي وتقربي اللهم صلي على محمد وآل محمد وصلني بهم ولا تقطعني لماذا لأنهم أصل الأصول الإمام أصل الأصول وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك بك بك صلني عنك لا تقطعني بأمك فاطمة بأمك القيمة يا أيها القائم أتوسل إليك فهذا هذا هو ديننا هذه هي عقيدتنا ما بين القيمة والقائم وتلك هي حدود خارطتنا العقائدية السليمة نذهب إلى فاصل ومن ومن زيارة الندبة أصادرتي عن الناحية المقدسة إلى دعاء الندبة الشريف ودعاء الندبة بحسب ما هو معروف في كتب الأدعية والمزارات جاء مرويا مرتين مرة عن الصادق صلوات الله عليه ومرة عن إمام زماننا كلمات من ذهب كلمات صادقي كلمات القائم المهدي كلمات من ذهب نور على نور ذهب صادقي وذهب قائمي مهدوي نور على نور ماذا نقرأ في دعاء الندبة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أين باب الله الذي منه يؤتى هو هذا الباب لماذا لأنه أصل الأصول لا يوجد باب آخر لا توجد نافذة لا يوجد ثقب لا يوجد مكان يمكننا أن نتسلل من خلاله إلى الله هو باب واحد بابنا نحن إمام زماننا هو هذا ولا يوجد غيره هل سألتم أنفسكم لماذا؟ لأنه أصل الأصول وتعسن لمنظومة عقائد مراجع النجف ما تسمى بأصول الدين الخمسة إنها أصول الأشاعرة والمعتزلة إذا كنتم تبحثون عن أصول دين علي وآل علي هي هذه التي تعرض عبر شاشة القمر في هذا البرنامج هذه أصول دين علي وآل علي أين أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هذه الجمل القصيرة تختصر كل المطالب السابقة وما سيأتي من المطالب اللاحقة فإمام زماننا هو باب الله وإمام زماننا هو وجه الله وإمام وإمام زماننا هو سبب الله فهو الباب الذي منه ندخل إلى الله إن صحت هذه التعابير اللغة قاسرة فماذا سأصنع لألفاظها أين باب الله الذي منه يؤتى من هنا يؤتى الله من هنا يدخل على الله من هذا الباب فإذا ما دخلنا فماذا سنجد سنجده أيضا لأنه هو وجه الله هذه البيانات على سبيل المقاربة الكلام لا يكون هكذا لكنني ماذا سأصنع للألفاظ للمعاني وللمعاني ولهذه الثياب الضيقة إنها ضيقة في دلالاتها والمضمون الذي أريد أن أحدثكم عنه والدعاء يشير إليه مضمون أكبر من هذه الألفاظ فماذا سأصنع وماذا سأفعل أين باب الله الذي منه يؤتى الباب هو فإذا ما دخلنا نواجه من نواجه الباب نفسه هو وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وإذا ما أردنا من الوجه سببا لكل شأن من شؤوننا فإنه هو السبب ليكون من سبب أخر هناك هو السبب أين سبب المتصل بين الأرض والسماء هو الباب الذي منه ندخل وهو الوجه الذي سنقابل وهو السبب الذي سيقدمه لنا ذلك الوجه كي تجري الأمور بأسبابها كما يريد الله سبحانه وتعالى أبو الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها هذا هو أصل الأصول هو الباب الذي منه ندخل وهو الوجه الذي سنقابل وهو السبب الذي سيمنح لنا من ذلك الوجه هو 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 مر مر علينا في كلام أمير المؤمنين الذي قرأته عليكم من كتاب الإحتجاج فيما جاء بخصوص وجه الله الذي سيواجهنا أينما ولينا وجوهنا فثم وجه الله ماذا قال أمير المؤمنين قال إنه بقية الله إنه المهدي هذا هو وجه الله إنه أصل الأصول أصل الأصول أصل الأصول كما قلت لكم إنه أصل الأصول في مستوى الوجود والإيجاد في مستوى الخلق والتكوين في مستوى الفيض والإفاضة والتجلي في مستوى كل المراتب والمظاهر وما يصدر من الأسماء الحسنى هو أصل الأصول في عالم الشهادة في عالم الغيب هو أصل الأصول في الدين بكل أبعاده في العقيدة وفي الكتاب وفي التشريع وفي 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 وكل هذه المعطيات تشير إلى هذه الحقيقة من أنهم صلوات الله عليهم أتحدث عن الأربعة عشر من أنهم أصل الأصول وأتحدث عن إمام زماننا حينما يكون الحديث عن زماننا هذا عن حالنا نحن عن شيعة هذا الوقت فإن أصل أصول ديننا هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه علي أتمنى عليكم أن تتدبروا في هذه الجمل هذه الليلة إن كان عندكم من وقت أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء تذكروا نحن داخلون إلى الله من هذا الباب فماذا لقينا بعد أن دخلنا الباب لقينا الباب نفسه ولكن في ظهور آخر إنه وجه الله وحين كنا في مقام العبادة والدعاء والسؤال والخضوع ورفعنا كل وجودنا معلنين فقر حقائقنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله هنحن نعلن فقرنا واشتقارنا نبحث عن السبب نريد الأسباب ففاض علينا وجهه وجه الله بأسباب فضله فوجدنا فوجدنا أن السبب هو الباب هو والوجه هو والسبب هو وأينما ولينا وجوهنا فثمه فثم وجه الله بقية الله بقية الله أصل الأصول هذه عقيدتنا هذا ديننا على الأقل بحسب فهمي والتوف على عقائد الأباعر تلك التي جاءونا بها من مزاب للأشاعرة والمعتزلة نذهب إلى فاصل لازلت أتقلب بين كلمات الذهب ولازلت أتنقل بكم من كلام ذهب إلى كلام ذهب إنها كلمات من ذهب كلمات الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه كل هذه الكلمات التي وضعتها بين أيديكم كلماته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأجداده الأطيبين الأطهرين إنها جوهرة الجواهر إنها الكلمة الأعظم هذا الدعاء الذي ورد من الناحية المقدسة على يد السفير الثاني رضوان الله تعالى عليه وهو من أدعية شهر رجب الدعاء الذي يبدأ اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك من الأدعية التي تقرأ في أيام شهر رجب هذه العبارة الذهبية التي طالما أرددها لأنها جوهرة الجواهر المهدوية لأنها القانون الأعظم في بيان منزلة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعندها ينتهي كل كلام كما يقال رفعت الأقلام وجفت الصحف عند هذه الكلمة لا فرق بينك وبينها بينك ضمير المخاطب هنا موجه إليه سبحانه وتعالى وبينها هذا الضمير المؤنث موجه إلى الألفاظ القريبة من هذه الجملة الدعاء بدأ بالتذكير اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المؤمنة على سرك المستبشرون بأمرك هذا الجمع المذكر السالم كما هو معروف في قواعد النحو المؤمنون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادنة لكلماتك فتحولنا إلى جمع إذا ما عاد الضمير إليه سيكون ضميرا مؤنثا هذا التأنيث ما هو بتأنيث حقيقي هذا تأنيث لفظي بحسب تراكيب الكلمات أليس التأنيث في قواعد النحو منه تأنيث حقيقي ومنه تأنيث مجازي هذا التأنيث بتأويل معنى الجماعة الجماعة مؤنثة لفظا وليست معنا والجماعة جمع قد يأتي بجمع في نهايته الألف والتأ وقد يأتي في جمع تكسير أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادنة لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها لا تعطيل لكل هذه العناوين التي تقدمت معادن الكلمات أركان التوحيد والآيات والمقامات التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك ويستمر الدعاء فتقها وردقها بيدك بدءها منك وعودها إليك ويعود إلى التذكير أعضاد وأشهاد ومنات وأذوات وحفظة ورواد فبهم بهم بهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت بهم من هم هؤلاء الذين لا فرق بين الله وبينهم إلا أنهم عباد وخلق هم عبيده وعباده وخلقه وهم أكثر افتقارا إلى الله مني ومنكم لأن الله قد أعطاهم ما أعطاهم أعطانا ما أعطانا كثيرا بحسبنا لكنه قليل بحسب ما أعطاهم فهم أكثر افتقارا إلى الله وهم أكثر عبودية إلى الله مني ومنكم ومن هنا فإن افتقارنا إلى الله مجازي بالقياس إلى افتقارهم وعبوديتنا أنا وأنتم مجازية بالنسبة لعبوديتهم إلى الله نحن عبيد عندهم وهم عبيد عند الله عبدك وابن عبدك يا حسين في زيارة وارث عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر برق ترجمة نانسي قنقر